يصل وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل يوم الأربعة وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي بالمنمة وأفادت قناة كان الإسرائيلية بأن الزيارة التي من المتوقع أن تكون في الثامن عشر من الشهر الجاري هي أول زيارة علنية من قبل مسؤول حكومي بحريني رفيع المستوى لإسرائيل وقالت وسائل إعلام عبرية إن قمة ثلاثية ستعقد يوم الأربعة بين أول مسؤول بحريني يزور إسرائيل ووزير الخارجية الأمريكي بايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتالياهو وصدق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد على الإعلان المشترك حول إقامة علاقة دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل ومملكة البحرين ليصبح نفذاً حسب القانون الإسرائيلي وذلك عقب إقراره من قبل الكنيسة يوم العشر من الشهر الجاري ووفق ما عرض على الكنيسة فإن إقامة العلاقة بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر والحق بالعيش بأمر وسلام ونبذي العنف فضلاً عن إقامة علاقة صدقة وتعاون وحل الخلافة بطرق سلمية ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابعة دولة بعد الإمارات والأردن في 1994 ومصر في 79 رابعة دولة تقيم علاقة دبلوماسية مع إسرائيل فيما كان السودان آخرة الدول التي أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل موسيقى 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 موسيقى